رمضان صبحي موغوب بيرامدز رجع للملاعب بعد ما أخذ البراءة من لجنة الكشف عن الممنوعات المصرية ورفع الإقاف عنه طيب إيه هيخطط يعملوا في مبارات الأهل اللي جاية؟ وإزاي هتكون ردود فعل الجماهير واللعبين عليه؟ كل ده وأكتر نعرفه مع بعض في الفيديو ده خبر السعيد بالتأكيد لكل جماهير بيرامدز رمضان صبحي أخذ البراءة من لجنة الكشف عن الممنوعات المصرية ورفعوا الإقاف عنه ده يعني إنه هيقدر يشارك في المبارات اللي جاية بشكل طبيعي جدا وفي مباراة مهمة جدا مع النادي الأهلي هقول لكم المتوقع عنها دلوقتي بس قبل منها نعرف إيه اللي حصل مع رمضان صبحي بالظبط وفقاً لموقع اليوم السابع الإخباري كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي إن لجنة الكشف عن الممنوعات المصرية استقرت على رفع عقوبة الإقاف المؤقد عن اللعب علشان يصبح من حقه المشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة وده لحين صدور القرار النهائي من اللجنة نفس المصدر أكد لهم برضو إنه تقرر رفع الإقاف الإجباري عن رمضان صبحي وإن اللاعب يقدر يشارك مع بيرمتز بداية من بكرة ومن المتوقع أن تصدر منظمة مكافحة الممنوعات بيان رسمي خلال الساعات القادمة بتوضح فيه الحكاية كلها على بعضها ودي برضو لها تفصيلة مهمة جدا هقولكم عليها خلال باقي الفيديو وخدوا بالكم إنها مهمة جدا وفيها إن رمضان ممكن يتعرض للإقاف من تاني لقدر الله وممكن يبطل لعب كرة خالص أصلا دلوقتي نشوف أول مباراة جاية لنادي بيرمتز وهي مباراة النادي الأهلي وتقريبا دي هتكون أهم مباراة في الموسم في الكرة المصرية لإن فيها متوقع نشوف مواجهة رمضان صبحي للنادي الأهلي رمضان اللي رجع من الإقاف أكيد هيبقى راجع ونويها ناوي يبين نفسه ويرجع يعرف الكل مين هو رمضان صبحي اللاعب اللي توصف في مرحلة ما من حياته إن أحرف لاعب في مصر والكرة بتحبه رمضان صبحي أكيد وجوده في الملعب مع بيرمتز ضد الأهلي هيفرق كتير جدا وهيضيف كتير لروح الفريق والأداء العالي وكل الأنظار هتكون متجهة لرمضان صبحي وإزاي هيقدر يواجه فريقه السابق رمضان صبحي معروف بأداءه المتميز وتكتيكاته الزكية وأكيد هيكون مستعد يواجه الأهلي بكل قوة ويستغل كل الفرص اللي تجيله لسببين أول سبب علشان نفسه وقمته قدام كل الجماهير وقبل منهم اللاعبين وتاني سبب لتحقيق الفوز لفريقه رمضان صبحي هيحاول يثبت للجميع إنه لسه في أفضل حالاته وقادر على تقديم أداء مميز رمضان كانت قال الفترة اللي فاتت إنه خلاص هيوقف كرة خالص وتقال إنه أصلاً هيتوقف أربع سنين وناس حكت إنه ثبت عليه الممنوعات لكن الحمد لله ربنا كرمه والحق رجع لأصحابه وبانت خلاص إنه نضيف وملهوش في أي حاجة وده تم بعدما خضع رمضان صبحي لجلستين استماع خلال الفترة اللي فاتت واللي بيحصل في جلستين الاستماع دي بيتنقل للمنظمة المصرية لمكافحة الممنوعات والمعروفة باسم الناتو وهنا هيكون فيه قرار القرار ده بدوره هيتنقل للمنظمة الدولية لمكافحة الممنوعات الوادى وبعد ما خلاص بقى أصبح رمضان بريق بحكم اللجنة المصرية هيكون برضو من حقها إنها تعمل استقناف على الحكم ده لو اتضح إن فيه جديد لكن في الأغلب رمضان صبحي خلاص بقى ليه كل الحق إنه يلعب ويمارس الرياضة بشكل طبيعي جدا في مصر المنتظر منه خلال الفترة اللي جاية كبير جدا والجماهير حط عليه أمال كبيرة جدا واللي هم جماهير بيرامدز في النهاية أنتو إيه رأيكم؟ هل رمضان صبحي هيرجع أقوى فعلا؟ ولا هيكون اتأثر بالفترة اللي فاتت؟